موسيقى مساء الخير لجميع متابعين في المملكة العربية السعودية نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض في تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم المدن السعودية خلال الساعات القليل القادمة وخلال يوم غد بإذن الله نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء غائمة جزئيا بغيوم عالية بدون فعالية 31 درجة مئوية المحسوسة 29 درجة مئوية الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل تفاصيل حالة الجوية المتوقعة اليوم غد في باقي مناطق المملكة نبدأها شمالا سكاكا أتربة مثارة مع 40 إلى 22 درجة مئوية عرعر تقصحار 41 إلى 22 درجة مئوية وتبوك تقصح في 36 إلى 19 درجة مئوية بالنسبة لمنطقة الغربية المدينة المنورة أتربة مثارة 41 إلى 26 درجة مئوية جدة تقصح في 36 إلى 28 درجة مئوية مكة المكرمة 43 إلى 29 درجة مئوية والطائف 33 إلى 22 درجة مئوية بالنسبة لمنطقة الجنوبية الغربية أبها 30 إلى 18 جزان 38 إلى 30 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم والباحة 29 إلى 18 درجة مئوية بالنسبة لمنطقة الشرقية الدمام تقص صافي 42 إلى 28 درجة مئوية حفر الباطن تقص شديد الحرارة 47 إلى 30 درجة مئوية والإحساء 46 إلى 29 درجة مئوية نختم جولتنا بالمنطقة البسطة العاصمة الرياض 43 إلى 32 درجة مئوية بريدة غبار أو أتربة مثارة 44 إلى 28 درجة مئوية وحائل تقصحار 37 إلى 26 درجة مئوية شكرا على المتابعة وللقاء